مجلة الكواكب مجلة الكواكب هي أقدم مجلة ثقافية فنية في تاريخ مصر مر عليها 80 سنة المجلة بتوزع في العالم العربي وطبعا في جمهورية مصر العربية وفي أوروبا وفي أمريكا السنة دي هيحتفلوا بمرور 80 سنة على أول عدد لمجلة الكواكب ونوين أن هم يعملوا احتفالية جميلة جدا يكرموا فيها شهداء 25 يناير والثوار وأعتقد أنه هو هيبقى فيها بعض الفقرات أو الاحتفالية هتبقى مختلفة أكيد عن ما قبل ثورة 25 يناير مشرفنا ومنورنا في الستوديو الدكتور هشام الصواف رئيس تحرير مجلة الكواكب صباح الخير يا فني أهلاً صباح الخير يا فني صباح الخير يا دكتور طبعا منهني حريك الأول بالعيد 80 المجلة وسام أشرف قال أكيد الاحتفال السنة دي هيكون مختلف عن السنين اللي فاتت فعايزين نعرف الفعاليات هتكون عاملة زي هو الاحتفال السنة دي هو أول احتفال بعد الثورة فعشان كده هيكون احتفال طعم الثورة احتفال جديد وفي نفس الوقت مختلف وبسيط بيهمنا في ان احنا نربط عيد ميلاد الكواكب بعيد الثورة الكواكب صدر العدد الأول فيها في 28 مارس 32 فاخترنا أقرب معاد كما ممكن نعمل فيه الحفلة 27 مارس وقررنا نقرم نجوم الفنانين اللي شاركوا في الثورة كويس مش شهداء مش شهداء يعني الإمكانيات ما تسمحش أن نقرم حد من الشهداء لأن أعدادهم ضخمة جدا عددك بقى لك قد هي بتشتغل في مجالة الكواكب؟ 28 سنة ما شاء الله وأكيد كنت بتشتغل قبل كده في أماكن تانية أو؟ بالزبط استغلت في أماكن كتير إيه اللي بيميز الفريق العمل في مجالة الكواكب؟ والله اللي بيميز فريق العمل في مجالة الكواكب دلوقتي الحب والإخلاص والتفاني في العمل يعني الفريق اختلف بعد الثورة عن قبل الثورة زي الشعب المصري كله الثورة صحت فينا حاجة يعني كانت حفلات الكواكب مثلا بيشتغل فيها مجموعة قليلة جدا من المجالة في السنين اللي فاتت نعم السنة دي كل الناس تقريبا كل بيقدر يعمل حاجة بيعملها كل واحد بيعمل مجهود كل واحد بيشتغل وكل واحد ابتدى يرأي ضميره ويحب مجلته ويحب البلد يعني حصل حالة انتماء داخل المجلة زي اللي حصلت في مصر كلها بعد الثورة الحمد لله يا رب عبال كل حاجة تانية في الدولة ان شاء الله بإذن الله حضرتك بتقول حيتم تكريم عدد من الفنانين اللي شاركوا في السورة مين الفنانين اللي حيتم تكريم خالد النبوي خالد يوسف وشريهان ومونة زاكي واحمد حلمي وعمر واكد تيسير فاهمي جهان فاضل بسمة يعني هم تكلم فعلا في الفنانين اللي كانوا موجودين ومشاركين في الميدان طب في خبر كده والله اعلم بيقول ان في جمانة مراد حيتم تكريمها اه في جائزة خاصة لجمانة مراد فعلي طب اش معنى يعني عن مجمل اعمالها وعن انها برضو كان لها مواقف مشرفة من الثورة سيد سيد شام ايه اللي بيخلي مجلة الكواكب تبقى بتوزع في اوروبا وفي امريكا يعني وطبعا في العالم العربي كله طبعا ايه اللي يعني ردود الافعال هل مثلا بعد ثورة 25 يناير زاد التوزيع هل يعني ايه اللي بيميزها زاد التوزيع وتضعف اكتر من ثلاث مرات فعلا بعد الثورة بعد الشهور الاولانية للثورة لان المصريين في الخارج بيحبوا الفن المصري اوي والعرب كلها مش المصريين في الخارج بس يعني اللغة العالمية هي لغة السينما الاغاني فده يعني كانت العلاقات مقطوعة بين الدول العربية كانت مقطوعة في كل المجالات الا الفن نعم كانوا بيتفرجوا عن الافلام المصرية وبيسمعوا الاغاني المصرية وكل حاج فالفن ده سفير فوق العادة فهي مقرؤة في جميع انحاء العالم للعرب العرب اللي بيحبوا الفن المصري وتعودوا على المجلة وتعودوا على المجلة يعني كل الناس كانت من طفولتها بتشوف المجلة وتقرأها وتربت عليها حضرتك رئيس تحرير مجلة الكواكب الصحفيين اللي بيشتغلوا مع حضرتك في المجلة هل لقوا مشكلة في خلال السنة اللي فاتت دي أثناء من يوم 25 يناير فإنه المفروض أن طول الوقت احنا مركزين على السياسة ومركزين على اللي بيحصل في الاقتصاد ومركزين أكتر في هذا المجال يمكن شوية نسينا شوية إلى حد ما الانتاج الفني ونسينا شوية الكورة هل وجهتوا مشكلة في خلال السنة دي في إصدار يعني أن كنتوا تجدوا مواضيع خاصة بالفن أكيد وكنا عشان كده بنربط الفن في السياسة بنربط الفن بالسياسة كنا بناخد رأي الفنانين في كل الأحداث السياسية اللي بتطلع بما فيها أحداث مسبيرو أحداث مبابا أحداث العباسية الرئيس التوافقي الدستور كل حاجة بنطلب من الفنانين كل فنان مثلا بنعمل معه حاجة باب اسمه لو كنت رئيسا لو أنت رئيس جمهورية تعمل مطلوب من البرلمان الجديد وهكذا اضطرنا نربطها بالسياسة فالمعادلة دي خلت الناس تقراها وارتفعت التوزيع بعد ما كانت أيام الثورة طبعا انخفضت انخفاض كبير قوي ابتدت ترجع تاني تدريب مبيعاتها ترجع تعود طب حريك بتقول ان بعد السورة وعلى مدار سنة حصل تغيير على مستوى العاملين الموجودين في المجلة وفيه روح تعاون بقت واضحة ما بينهم طب الفترة الجاية ممكن نقول هيكون فيه تطوير في شكل المجلة طبعا طبعا ان شاء الله فيه تطوير في الشكل وان شاء الله في الورق وفي الطباعة وكل حاجة بإذن الله طب حريك بتقول برضو كمان مبيعاتها أو معروف طبعا مبيعات الكواكب في مصر وعلى مستوى العالم هي مبيعات يعني عالية جدا بالنسبة للمجلة فنية ثقافية ومعروفة بس مثلا الناس ممكن تقول ايه طب ليه ما فيش ويب سايت ليه ما قادرش ادخل على الانترنت واشوف مجلة الكواكب هي دي بس حاجات مالية يعني تطوير الورق وانه يبقى كوشيه وتطوير الطباعة والويب سايت كل الحاجات دي المؤسسات القومية كلها بتمر بأزمة مالية طاحنة لان في العهد الباقد نسيوا العملية دي خالص وقدروها ناس مش فاهمين فيها وكانت اختيارات الادارات كلنا عارفينها وادارات قادة سنوات طويلة وما كانتش بتبص انها صناعة وتجارة ومشروع فكانت العملية طبعا سايبة زي كل حاجة في البلد فطبعا هي محتاجة دفعة مالية لتطوير الاداء وتحسنها سيدة شام حضرتك جاوبت على الجزء الخاص بالطباعة او الورقة اللي انا ممكن امسكها كم جلة لكن الجزء الخاص بالانترنت يعني احنا او او يعني الانترنت دلوقتي اعتقد انه مفيش حد ده مفيش شخص مالوش مثلا حاجة على الانترنت يعني انا انا عمال افكر ازاي احنا لنا صفحات صفحة على الانترنت يعني انا بشوف المجلة كاملة مثلا لا لا مش كاملة عشان كده انا عايز بس يعني انا كنت بس بنسأل السؤال ده عشان نوصل لحاجة تانية هل سنة 2012 بعد انتشار الانترنت هل في مجال الصحافة ومجال المجلات والاعلام الخاص المقروء او المكتوب هل ده ممكن يأثر انك انت يبقى موجود على الانترنت في نسبة المبيعات ولو الناس اللي بتعمل كده ازاي مستمرة هو عموما احنا مؤسسة كبيرة عريقة وبتصدر اتناشر مجل فلازم الكل يبقى موجود على الانترنت لاتناشر مجل الكواكب والمصور وحوة وطبيبك القص والهلال والروايات الهلال وتوم وجيري وسامير وحاجات كتيرة جدا فان شاء الله في وعد ان السنة دي هنكون كلنا متواجدين على الانترنت مش خايفين كادارة كمسؤولين ان كنتوا لما يعني التجارب اللي قبل كده مثلا هل بتأثر على بيع الصحيفة او المجلة هل بتأثر لا ده ممكن تعمل رواك كمان وتعرف شريحة جديدة بالمجلة والشريحة الجديدة تتعامل على الانت وبعد كده تشتري المضموعة الورقية كمان هل ممكن انه هما يعني خلينا نفهم اكتر في المساحة دي لانه ده المستقبل مستقبل ان انا افتح على الانترنت هشوف كل حاجة ولاقي اي حاجة بدور عليه بتعود لو انا مثلا بحب اشتري المجلة وحابب المجلة بقالي 30 سنة او 10 سنين ولاقي في نفس الوقت الصفحات كلها على الانترنت انا ببعد طول الوقت على الانترنت فان انا افتح الصفحة وقرأ كل حاجة من الانترنت ده مش هيأثر على البيع هتعوضوا ده ازاي؟ هنعوض ده ازاي؟ هندخل في حوارات معهم على الانترنت ونتبعها في الصحافة المطبوعة هيلقوا اسمهم وصورتهم في الصحافة المطبوعة ان شاء الله هيدطروا ويشتروها ان شاء الله هجبها لهم بطريقة تانية اكيد الاعلانات الاعلانات برضو محتاجين فيها دفعة الاعلانات قطاع مش نشيط في المؤسسة ورغم ان حجم بيعنا كبير جدا عن مطبوعات فنية في مؤسسات تانية وفي دول العربية تانية الا ان حجم الاعلانات عندنا قليل جدا سبب وده سببه ان قطاع الاعلانات فيه موظفين وفيه موظف اتعاود انه راضي على مرتبه ومش عايز ده ما فيش حد بعد الثورة مراضي على مرتبه يا سيد لا عندنا فيه في القطاع ده كسل شديد جدا يقولك نسبة اللي باخدها على الاعلانات ما توازيش ان انا اجري واتعب نفسي وابقى مرهق ناس كلها في الاعلانات في الخمسينات او اواخر الخمسينات مفيش اجيال شابة تنشط الاعلانات ففي الخمسينات دول مرتباتهم كبيرة شوية وممكن يكونوا جوزوا ولادهم وعندهمش مصاريف زيادة مفيش تحفيز زيادة وفي مصر الموظف محدش يقدر يعمل مع حاجة خالص القوانين بتحمل العاملين فالغالبية مش عايز تحرق ويقولك ده البلد فيها ثورة تخلينا عادية اه لا محدش دلوقتي هو رجال الاعمال كلهم زعلانين ورجال الاعمال مش بيحبوا الصورة في ازم مالية في ازم مالية ومش متحمسين للصورة ومش متحمسين للجادة وهو فعلا هو رجال الاعمال فعلا لان معظم رجال الاعمال اللي كانت بتدي الاعلانات وفي التلفزيون مش عندنا بس الاعلانات مخفضت من عندكم كل الاعلانات دي كانت من الفلول كل رجال الاعمال اللي كانوا مغرقين التلفزيون والصحافة بالاعلانات لا فطورة لا عليهم علامات استفهام لا بيستعدوا يروحوا فطورة وكلهم ضد الصورة فوقفوا الاعلانات عشان يحسسوا الناس بقيمتهم ويحسسوا الناس بالنظام البائد عشان عندهم احلام انهم ممكن يرجعوا وممكن يتواجدوا زي ما رجع منهم 25-27 واحد في مجلس الشعب وهكذا يعني طب يعني لو بعيدنا شوية عن المجلة واتكلمنا على رأي حضرك في الافلام اللي اتعرضت عن صورة ثانية او ما عرض لحد النهاردة سواء افلام او دراما عن الصورة ايه رأيك؟ الافلام التسجيلية كانت كويسة جدا انما الدراما لسه ما شوفناش حاجة عن صورة يناي في ناس اقحاموا الصورة كده في بعض الافلام وفي بعض المسلسلات بطريقة غلط مش موضوعية يعني يعني فيش حاجة مثلة الصورة؟ لا الافلام التسجيلية والقصيرة اللي خادت جوائز في المعرجانات العالمية دي حصلت كتير مين اللي بيمول الكواكب؟ الكواكب تمولها ذاتي مؤسسة مستقلة تابعة بيملكها مجلس الشورى بيملكها مجلس الشورى هل حضرتك رئيس تحرير يعني مسؤول كبير في مجلة عريقة بقالها 80 سنة هل التصريحات اللي بتحصل من الطيار الاسلامي في الوقت الحالي؟ في انه عايب عندنا فنة لكن يعني باطار محدد واطار مختلف شوية عن ما سبق واضح طبعا ده موجود ونسمع عنه في كل حتة هل المجال بتاعكم مش متخوف من الطيار الاسلامي اللي ممكن يحكم مصر قريبا؟ لا في بعض المتخوفين في الوسط الفني وعملوا جبها لحماية الإبداع واحنا معهم ومع حرية الإبداع واحنا جبنا في الكواكب الإخوان في ديسمبر عظيم وعملنا معهم ندوة موسعة حضرتها نبيل عبيد ومحمود ياسين وحضرها الموسيقر حسن شرارة والدكتور أسامة أبو طالب رئيس البيت الفني المسرح السابق نعم ومخرجين ومؤلفين وكانت ندوة كبيرة مع الإخوان المسلمين مين اللي جاء من الإخوان؟ احنا كواكب لا يعني مش مين اللي جاء من الإخوان؟ مين اللي جاء من الإخوان؟ اللي جاء هم مين جاء هم؟ يعني مين هم؟ يعني مؤلف مصرحي وهم عندهم فرق مصرح من أيام حسن البنة وكده ورئيس اللجنة الفنية في الإخوان سيد درويش المهم احنا بجيبناهم ونقولهم انتوا رؤيتكم للفن إيه؟ وانتوا لا تملكوا ان انتوا تغيروا الفن أو تحطوا خطوط حمر عليه؟ طب وحضركة وعدت مع الجانبين مع الفنانين ومع المصرين في الطيار الإسلام السياسي؟ اه كلنا بنناقش يعني جايبين الفنانين مع الإخوان طب لقيت ايه؟ لقيت المخاوف دي في محلها؟ لا المخاوف دابت دابت تماما هم ما الناس قالوا احنا مش ما عملناش دعوة بالفن الموجود الحالي لنا ملاحظات عليه لكن بنقول ملاحظاتنا مانش هنتعرض له بأي شيء؟ لا 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 يتدخلوا بأي شيء لا تدخل بأي شيء انا اقول لحضرتك بس هم بيقولوا هنعمل فن خاص بنا فن فيه التزام هم هينتجوه لكن هم محتاجين كتاب ومخرجين وممثلين من الوسط الفن اللي هم لا ينتموا للإخوان المسلمين لكن هيجوا يمثلوا كلام دي يعني مثلا فيه مسلسل نزل عن حسن البند المسلسل ده كان بيهدف لانه يشوه صورة الإخوان او يهزها لصالح النظام ده من وجهة نظرهم هم من وجهة نظره هم لا لأنه فيه وجهات نظر تانية بتقوله ان ده احنا حبينا حسن البند ما هو بس ده لم يكون مقصودا نعم الدولة ما كانتش بتعمل حسن البند عشان تحبي فيه الناس الدولة بتعملوا عشان تكره فيه الناس لكن عمل نتيجة عكسية زي ما الإعلام بتاعة الدولة عمل نتيجة عكسية كره الناس اowy المبالغات اللي بيقولوها احنا احسن من الجزيرة الجزيرة دي مش عارف ايه واحنا ايه وكانوا موقفهم يعني غير شريف من حرب غزة ومع ذلك كانوا بيهاجموا الجزيرة وبيهاجموا الفلسطينيين وبيقولوا ان ايران مش عارف ايه وكلام ده المهم الاعلام ده سقط والاعلام ده شارك في فهاد من نظام نفسه وللأسف نفس الاعلاميين دول دلوقتي بيهاجموا الاخوان وعايزين يهزوا الحلل في البلغ والاعلام دوره خطير جدا نعم فلازم يبقى فيه مسق شرف اعلامي ماينفعش الاعلامي اللي يقول كلام النهاردة يجي بكرة ويقول كلام عكسه او الشهر اللي بعد يقول كلام عكسه احنا بفضل الله تعالى في برنامجنا هنا ما خيرناش من اول يوم من اول يوم ثورة الحمد لله مباردو حدرتك شايف من فتحته صفحة جديدة اه بالضبط ومن ناحية تانية احيانا بنسمع تصريحات لمسؤولين وبنسمع تاني يوم مع عكسها بالضبط احنا مثلا في الكواكب بعد الثورة غير قبل الثورة خالص كان قبل الثورة كلها تملق للنظام ولوزارة الثقافة ولوزارة الاعلام والمسؤولين هنا وهنا هل ده كان يعني بسبب حد بيقول لكم او اتجاه معين لازم اعملوا كذا ولا انتو من يعني الشغالين يعني كصحفي هم احساسهم ان هم عايزين عايزين يعنظمهم لا يا سياسة اي مطبوعة بيرسمها وينفذها رئيس التحرير تمام فكانوا رؤساء التحرير اللي بيختارهم النظام البائد ماشيين على خط كلهم زي بعض زي ما كان في الاهرام زي ما كان في الاخبار زي ما كان في كل حتة عظيم الكواكب زيها كل حاجة جميلة ووردية داخل النظام كل المسؤولين كويسين في كل حتة اه زي الفول دكتور جامل صواف رئيس تحرير مجالة الكواكب يعني مشكل حقيق جدا وجودك معنا النهاردة بنهنيك مرة تانية على يعني مرور 80 سنة على المجلة شكل جدا كل التوفيق لحضرتك وللمجلة ومجلة عريقة وان شاء الله كده نحتفل بالمية قريبا بإذن الله ان شاء الله واحنا يعني احنا هتفل بالمية ومش عارب بقى هنبقى اخوان المسلمين هم اللي بيحكمونا ولا حيبقى مين الله أعلم انا شايف ان الديمقراطية لازم نقبالها نعم والاخوان المسلمين لازم نديهم الفرصة صحيح يعني مش من اول اسبوع انا هجابهم صحيح نديهم الفرصة اذا ما التزموش الانتخابات الجاية مش هيبقوا موجودين وغالبا هيحصل حل للبرلمان ويجي برلمان تاني فأعتقد ان اي حد بيوصل للسلطة النهاردة لازم يمشي صح ولازم يبعد عن اي تطرف وهتلاقيه اللي متشدد الشهر ده هيبقى اقل لتشدد الشهر الجاي والسنة الجاية هيبقى عنده مرونة تانية خالف زي الاسلاميين في تركيا نورتنا يا فاند والشكرا جزيلا لحضرتك يا فاند الله يخليكم نتفاصل وراجعين حالا بقى بموضوع الماتشين بتوع مبارح الزمالك والاهلي طبعا اكيد عندنا عطش لكرة القدم هيبقى مع زميلي شريف